أعلنت الخارجية الروسية أن عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي مرهون بالتصرفات الأمريكية كما أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أن السفير الأمريكي سيعود للولايات المتحدة هذا السبوع لإجراء مشاورات على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين وأوضحت السفارة أن الخطوة تأتي في إطار التشاور بشأن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو هذا وتتجه بوصلة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا هذه المرة نحو البحر الأسود الذي ربما يصبح مجالا بحريا مسدودا أمام السفن الأوكرانية هي الخطة التي تعتزم روسيا تنفيذها وتشير إلى حضر الملاحة إلى أجزاء من هذا البحر الاستراتيجي لمدة ستة أشهر موسكو قالت أن خطة الإغلاق تهدف إلى إفساح المجال أمام سفنها للتدريب في المنطقة وأفادت تقارير إعلامية روسية بإجراء أكثر من 20 سفينة حربية روسية تدريبات عسكرية في البحر الأسود في المقابل وصفت الخارجية الأمريكية الخطة بأنها تصعيد غير مبرر مشيرة إلى أنه في حال دخولها حيز التنفيذ يمكن أن تؤثر على وصول السفن إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف الذي يرتبط بالبحر الأسود عبر مضيق كيريتش الخارجية الأمريكية تهمت روسيا بالتصعيد في حملتها المستمرة لتقويض أوكرانيا وزعزعت استقرارها ما يضاعف من القلق الأمريكي أن هذا التطور يأتي وسط تقارير تشيري لحجد روسيا لقواتها في شبه جزيرة القرم وقرب الحدود الأوكرانية البنتاجون أكد في وقت سابق أن التعزيزات العسكرية الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا هي أكبر مما كانت عليه عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بدوره يحدد الاتحاد الأوروبي عدد الجنود الروس المحتشدين عند الحدود مع أوكرانيا وشبه جزيرة القرم بأكثر من 150 ألفا التقارير الأمريكية والأوروبية بشأن الحشود العسكرية الروسية دفعت حلف شمال الأطلسي للدخول إلى خط الأزمة تحذير موسكو من عواقب التصعيد كل ذلك يأتي بعد أن تصاعدت المواجهات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المواليين لروسيا شرقي أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة لكن وفي محاولة لطمأنة الجار الأوروبي والند الأمريكي أكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها لن تهدد أو لا تهدد أحدا لكنه في الوقت ذاته نددت بما تصفه بالاستفزازات الأوكرانية معنى موسيقى